صادق برلمان كردستان في جلسة عقدها الأحد على تمديد عمره التشريعي لأكثر من عام بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في الإقليم بموعدها المحددة وافتتح البرلمان جلسته بالقراءة الثانية لفقرات مقترح مشروع قانون تمديد العمر التشريعي للدورة الخامسة وسط مقاطعة كتلتين الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والبرلمانيين المستقلين وصوت 80 نائبا من أصل 111 بالموافقة على مشروع القانون وتمت مصادقته من قبل هيئة رئاسة البرلمان بعد حصوله على الأغلبية وحضر نواب كتلة حراك الجيل الجديد إلى أنهم أحدثوا فوضى تحت قبة البرلمان بالصراخ والضرب على المندضات لإبداء اعتراضهم والحلولة دون الموضي بالمصادقة على تمديد عمر الدورة التشريعية الخامسة وقدمت البرلمانية عن كتلة حركة التغيير شايان كاكا صالح العسكري استقالتها احتجاجا على تمديد العمر التشريعي للدورة الحالية وأقالت في مؤتمر صحفي عقدته أمام مبنى البرلمان أن هناك خللا في مقترح القانون وما كان ينبغي المضيف تصويت عليه وتمديد عمر البرلمان وتأجيل إجراء الانتخابات مضيفة أنه يدعين أن لا نجذر لثقافة تمديد عمر البرلمان اشتركوا في القناة